إذن هذه حكاية الثورة المضادة في الجزائر وأي كلام غير هذا فهو للاستغلال والاستعمال والاستهبال ودفع الشارع الجزائري وخاصة الغوغاء في الشارع الموهن والغوغاء طبعا يوجدون في كل العالم ودفعهم إلى أشعال فوضى حقيقية في البلاد وهي التي تخدم ثورتهم المضادة وأذكر في هذا الكلام أن أحمد أيحيى طالما قال في سجنه بأن هذه المرحلة أو أن تبون سيأتي صاغرا هكذا بالحرب سيأتي صاغرا إلى السجون ويحاورهم ويطلب النجد منهم ويطلب إنقاذهم إذن إخواني ما الذي يجب لمواجهة هذه الثورة أولا على الشعب الجزائري أن يكون فطن وأن لا يسلم عنقه ولا يسلم ذهنه ولا يسلم عقله لكل من هب ودم استمع إذا كان هوايتك تستمع إلى الناس يتحدثوا لاستمع إليهم ولكن استمع ولكن حلل أول سؤال تطرح أن هذا الذي دائما يحرض ودائما يريد ما هي مصلحته؟ ما هي حقيقته؟ هل هو إنسان نزيه حقيقة ويريد الخير للجزائر؟ على الأقل أطرح هذا السؤال وخما وابحث ولا يمكن أبدا خذ تجارب عشنا مرحلة الصدام المتطرف هذا في التسعينات وأين وصلت البلاد؟ وكيف مات الجزائريون؟ أنا أقول هذا الكلام ولا تقول بأنني أدافع هذا الواقع لا أبدا هذا الواقع يحتاج إلى تغيير ولكن ضمن هذا المسار الذي بدأ في 12-12 نعم ضمن هذا المسار إذا كان الرئيس تبون لم يعجبكم هاي جاية انتخابات برلمانية تهيكلوا في أطر خلي يكون عندك برلمان برلمان ليك وهذا البرلمان يؤثر على القرارات الانتخابات القادمة الرئاسية القادمة خليه حتى إذا ترشح الرئيس مرة أخرى اختار مرشح واحد أخر وانهيه ولكن في إطار لا نخرج عن هذا الإطار لأن الخروج عن هذا الإطار هي فوضى ومن يقول غير ذلك فهو يتوهم كل وضعنا الداخلي وأوضعنا الاجتماعية وأوضعنا السياسية لا ترشح أن نفتح هذا المجال ولدينا دول كيف ما زالت تتخبط رغم أنها ترفع فيها شعارات شعارات ملائكية وشعارات مزركة وطنانة ورنانة إلا أن الواقع الحقيقي غير ذلك فلا تنخدعوا في الإعلام ولا تنخدعوا بمن يحسنون الحديث إذ ويريدون توجيه الشارع نحو الفوضى ونحو الفتنة الوضع أضع الجزائري صعب ومعقد ويحتاج إلى تكاثف ويحتاج إلى تفاهم الجميع أما الضرب تحت الحزام والصراعات فهي ستكون في صالح عصابة نهبت أكثر من ألف مليار دولار دخلت الخزينة وكان بإمكانها أن تحول الجزائري إلى جنة ولكن للأسف حولتها إلى جحيم وتريد أن تعود كزابانية مجددا لهذا الجحيم القائم احذروا أيها الجزائريون هذه الثورة المضادة التي تعيشها بلادكم ستسمعون الكثير وستنفجر الكثير من الأحداث واذكروا كلامي جيدا هناك عمل ممنهج تخريبي على مستوى كبير تقف خلفه أجهزة خارجية نعم وتقف خلفه أيضا جهات في الداخل تريد أن تحافظ على رعها وأخرى تريد أن تسترجع ما ضاع منها عشية حراك شعبي تاريخي كان مدعوما من طرف مؤسسة عسكرية هي مستهدفة الآن أيضا بثورة مضادة أدى من داخلها ومن خارجها وإن اختلفت الأهداف إلا أنها تلتق في نقطة واحدة تتمثل في الفوضى فعندما تشتعل الفوضى لا يمكن أن يتابع اللصوص على لصوصيتهم سابقا وعلى لا على اللواء ولا أيضا ولا أيضا يمكن متابعة لصوص جدد يستغلون الفرصة الثورة المضادة في الجزائر قائمة وما زالت قائمة وتجددت أهدافها في البداية حاولت العصابة أن تنقذ نفسها بنفسها وبعد ذلك حاولت أيضا أن تنقذ أو أن تسقط القيد صالح وعندما رحل تعمل الآن على إجهاد المشروع الذي انطلق في عهد القيد صالح واستعملت بيادق وشفنا هذا العسكري الفار وهؤلاء الجنرالات وتدركون كيف يعني لو تلاحظون العجب العجاب باللقصير عندما الجنرال باللقصير الذي كان قائدا للدرك الوطني عندما كان في الخارج عندما استرجعوا بنويرة المساعد الأول بنويرة من تركيا قالوا كيف لو كان هذا النظام صادق في مواجهته للعصابات والمفسدين لماذا لا يطارد بوشوارب ولا يطارد باللقصير الذي يتواجد في الخارج وعندما أصدرت القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية ماذا قالوا؟ قالوا أن هذه المذكرة لحماية لحماية باللقصير لأن لانتر بول تعرف أن القضاء الجزائري ليست له قيمة وكذا وكذا وليست له نزاهة وليست له استقلالية وأن لذلك أي مذكرة تصدرها الدولة الجزائرية لا قيمة لها بل ستحمي باللقصير هذا كلام فارغ كلام فارغ كلام فقط نقد من أجل نقد الدولة الجزائرية إذا كان أردنا أن نخرج من هذا الأمر يجب على إيناع الأقل أن نصنع ثقة مبدئية فيما بيننا لا يمكن أبدا أن نسير وننتصر على العصابة التي هي ليست في خمسة أشخاص أو عشرة أشخاص أو مئة شخص يقبعون في السجون هي أكبر من ذلك بكثير وهذا لن يتحقق إلا لما تكون هناك مؤسسات رسمية للدولة الجزائرية قائمة وهذه المؤسسات لا يمكن أن تتحقق في ظل لا استقرار بل يجب أن يكون هناك استقرار لذلك نجد العصابة التي تقود ثورة مضادة تعمل ما في وسعها كي لا يكون هناك استقرار ولا يكون أي شيء من هذا القبيل حتى تجهد كل شيء من أجل أن تستعيد ما ضاع منها ترجمة نانسي قنقر